أهلا بكم من جديد قرر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق بأغلبية كبيرة تعليق مهام رئيس الحكومة فتح باشغة وإحالته إلى التحقيق بتهم فساد وتكليف وزير المالية أسامة حمد بتسيير مهام رئاسة الحكومة ولم يوضح المجلس أسباب إيقاف باشغة عن عمله والمخالفات التي أدت إلى إحالته للتحقيق لكن بعض النواب أكدوا أن قرار المجلس جاء بعد تقرير صادر عن لجنة الرقابة الإدارية والذي تضمن مجموعة من النقاط التي تدين باشغة في قضايا فساد وتعاني ليبيا منذ سنوات من صراعات داخلية بين مكوناتها المختلفة وتتنازع حكومتان السلطة في البلاد الولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة المدعومة من المجتمع الدولي وتسيطر على العاصمة طرابلس ومناطق الشرق الليبي التي تحظى حكومة فتح باشغة فيها بدعم من مجلس النواب في طبرق مشاهدينا للمزيد ورحب ضيفي هنا في الستوديو دكتور جمعة القماطي رئيس حزب التغيير في ليبيا ورحبك دكتور جمعة ما الذي جرى في مجلس نواب طبرق الحقيقة أن حكومة فتح باشغة ولدت ميتة منذ أكثر من سنة فهي كانت حكومة لم تعترف بها أي دولة في العالم وبالتالي لم تحظى بأي شرعية دولية ولم تحظى إلا بشرعية مجموعة صغيرة من النواب الذين ولأهم بالكامل لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب ونحن نعلم ونعرف أن عقيلة صالح هو تحت تأثير وسيطرة خليفة حفتر وتحت تأثير الدولة الجارة أو النظام المصري بالكامل وبالتالي كانت هذه الحكومة الغرض منها هو الضغط على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في طرابلس حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وبالتالي فتح باشاغة كان مطلوب منهم أن يستغل وجوده وأنه ابن مدينة مصراتة المدينة القوية وأنه ابن المنطقة الغربية ويعمل على الذهاب إلى طرابلس وطرد حكومة الدبيبة وأخذ السلطة مكانها وبالتالي يمكن لمجلس النواب ويمكن لشركائه وحلفائه الجدد وعلى رأسه من خليفة حفتر ولكن هذه الخطة أو هذه الاستراتيجية فشلت بالكامل أولاً لأن فتح باشاغة ليس برجل سياسي محنك هو رجل حركي وعملي وقام بدور كبير في تورة فبراير وهو شخصية معروفة وتولى أكبر منصب هو وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطنية حكومة فايز السراج ولكنه ليس برجل سياسي ولا يجيد فهم المعطيات السياسية وقراءتها جيداً ووقع في اجتهادات سادجة وأمال وطموحات غير واقعية على الإطلاق ووقع ضحية تأثيرات محلية وإقليمية ودولية كذلك لا تخلو من تأثيرات النظام المصري وفرنسا وغيرها الذين أوحوا له أنه شخصية قوية جداً يمكن أن يكون شريك لخليفة حفتر وبالتالي يساعد على استقرار ليبيا كقطبين للاستقرار ولكن هذه المعادلة أثبت الآن أنها معادلة غير صحيحة وواهية وتم حرق جميع أوراق فتح بشاغة وخسر كل شيء سياسياً ومن الصعب الآن أن يعود ليلعب دوراً مهماً في المشهد طيب هذا هو السؤال لماذا تقرر أو قرر ربما حفتر أو صالح عقيل صالح أو الجارة كما تفضلت مصر أو حتى فرنسا لماذا قرروا حرق أوراق فتح بشاغة اليوم التهم كما ذكر بعض أعضاء مجلس النواب هي بأن هناك قضايا فساد بحقه قرروا التخلص منه لأن المغامرة فشلت الريهان فشل راهنوا على فتح بشاغة أنه ابن مدينة مصراتة وابن المنطقة الغربية وله تقل في المنطقة الغربية في مصراتة وطرابلس وغيره وبالتالي كان عليه أن يذهب إلى طرابلس ويقوم بأخذ السلطة من الحكومة الشرعية الدولية فشل هذا الريهان وبقى فتح بشاغة يتحرك فقط في المنطقة الشرقية في ليبيا وفي الجنوب ولم يستطيع أن يجد له موقع قدم على الإطلاق في المنطقة الغربية تمسكت كل القوى السياسية والعسكرية في المنطقة الغربية بالحكومة الشرعية المعترف بها دولية حكومة أدبيب إذن فشل الرهان من كان يرهن على فتح بشاغة قضية الفساد هي قضية واهية لأن الجميع متورط في الفساد الفساد مستشري في ليبيا وهو مشكلة كبيرة جدا كل من نواب ومنحهم في فلك خليفة حفتر والوزراء يعني في كل مناطق ليبيا متورطون في الفساد المعلومات المؤكدة أن حكومة فتح بشاغة على الرغم أنها لم تكن حكومة معترف بها دوليا وكانت تتحرك فقط في الشرق والجنوب ولكنها حصلت على ميزانية صغيرة من المصرف المركزي الموازي الموجود في بني غازي حصلت على ثلاثة مليار دينار أي ما يعادل حوالي ستمائة مليون دولار هذه الأموال حولت إلى حساب حكومة فتح بشاغة وأصبح فتح هو الذي يسيطر على هذه الأموال وطلب أبناء خليفة حفتر من فتح أن يحول لهم أو يعطيهم جزء كبير جدا من هذه الأموال فرفض وعندما رفض التوقيع قبل أيام اتخذ قرار من قبل أبناء خليفة حفتر وحلفاءهم وأنه لا بد من التخلص من فتح بشاغة والإتيان بوزير ماليته الذي يسمى أسامة حماد وهو موالي جدا لخليفة حفتر وأبنائه الإتيان به كرئيس حكومة هو وزير مالية سيصبح الآن رئيس حكومة هي حكومة شكلية على الورق لأكثر ولا أقل ولكن سيستطيع أسامة حماد تحويل هذه الأموال بالكامل أو وضعها بالكامل تحت تصرف أبناء حفتر وبرنامج حفتر في الشرق وفي الجنوب إذن الحقيقة هي أن هناك أموال حوالي 3 مليار دينار ووقع خلاف وفتح لم يوافق على التوقيع عليها وتحويلها لأبناء حفتر فتم إنهاءه بهذه الطريقة وإن كان استخدام قضية الفساد هي مجرد دريعة ونظري على الورق لا أكثر ولا أقل هل يمكن أن يتحول الأمر هل هناك خشية أن يتحول الأمر إلى اعتقال لفتح باشاغة أو ربما تصفية فتح باشاغة استبقى هذا الأمر بقضيتين القضية الأولى أنه وقع على قرار بإعطاء تحويل جميع صلاحياته هو كرئيس حكومة إلى نائبه ويسمى علي القطراني علي القطراني موجود في بنيغازي وهو أيضا مقرب جدا من حفتر وخرج فتح باشاغة من بنيغازي والمنطقة الشرقية وعاد إلى مدينته مصراتا قبل يومين إذن هو استبقى هذا الأمر وكان يتوقع أنه يمكن أن يتم القبض عليه فهو الآن خرج الأمر الآخر أن عقيلة ومجلس النواب وحفتر لم يروق لهم قضية ما فعله فتحه من مجرد تنازل على صلاحياته لنائبه فقرروا إقالته وتعيين وزير المالية حتى يصبح وزير المالية وسامة حمد تحت سيطرة أبناء حفتر بالكامل ويستطيعوا أن يأخذوا منهم ما يشاءون وبهذا الشكل يصبح فتحه قد تم تنحيته بالكامل من هذه الحكومة التي كما قلت في البداية ولدت ميتة ولم تحظى بأي اعتراف إقليمي ولا دولي ولم تحظى بأي وجود على الأرض في المناطق الغربية التي هي خارج سيطرة حفتر طيب بناء على ما جرى مع فتح باشاغا منذ انشقاقه إذا صح التعبير عن مدينته مصراتة والغرب الليبي وعن الحكومة الشرعية وحتى اليوم إلى أي مدى تعتقد بأن فتح باشاغا فقد أي مستقبل سياسي نعم هو راهن على ريهان فاشل بالكامل واجتهاد فاشل بالكامل اجتهاد وسداجة سياسية من فتح هو فتح اعتقد أنه شخص قوي وله حاضنة قوية في مصراتة وطرابلس وغرب ليبيا وبالتالي هو سيدهب إلى خليفة حفتر ويتصالح معه ويدخل معه في تحالف وفي شراكة سياسية من أجل استقرار ليبيا وإنهاء الأزمة القائمة في ليبيا ولكن الحقيقة أن الغالبية العظمى من أبناء مدينة مصراتة وطرابلس وغرب ليبيا وتيار تورة فبراير وكل الحاضنة التي كان يتمتع بها فتحي وتؤيده كلها عارضته في هذا الاجتهاد اعتبرت أن هذا اجتهاد خاطئ وسادج ولن يقود إلى أي نوع من الاستقرار لأن خليفة حفتر لا يفكر بعقلية الشراقة ولا يفكر بعقلية الندية وليس له أي رغبة في استقرار ليبيا الهدف الوحيد لدى حفتر وسيبقى دائما هو أن يسيطر على ليبيا بالكامل في جميع ربوعها ويسيطر على السلطة بالكامل ويقيم حكمه العسكري الذي يكون هو على رأس الهرم فيه وبالتالي حسابات فتح بشاغة كانت خاطئة من البداية والكثير قال له ذلك كلنا قلنا له أن هذه الحسابات خاطئة ولن تنجح ولن يعتبرك حفتر شريك سيستخدمك حفتر ومن وراء حفتر خارجيا إقليميا ودوليا ثم بعد ذلك تنتهي وتتلاشى قال له هذا الأمر حتى بعض الدول الصديقة ومنها تركيا والجزائر ودول أخرى ولكن للأسف فتحي كان مهووس بأنه سيصبح رئيس حكومة ليبيا وربما في المستقبل يكون رئيس ليبيا أعمته السلطة والرغبة في الوصول إلى أعلى مراتب السلطة أعمته وجعلته يدخل في حسابات سادجة وخاطئة وليست بناء على قراءات دقيقة للمشهد وبالتالي هو يدفع للأتمن الآن وربما سيحتاج سنوات طويلة جدا حتى يعود إلى المشهد مرة أخرى هذا إن استطاع أن يعود مرة أخرى أشكرك جزيلا دكتور جمع القماطي رئيس حزب التغيير في ليبيا على حضورك معنا شكرا